ثورة الاتصالات الطموحة تؤرق قطاعي النقل والشحن وتضع أنظمتهم التكنولوجية على المحك فبعد أن أرجأت شركتها فيرايزون وإي تي أن تي إطلاق خدمة الجيل الخامس للإنترنت الجديدة مرتين لمخاوف متعلقة بتدخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع حذر رؤساء كبرى شركات الطيران الأمريكية من اضطرابات كارثية في القطاعين في حال الإقدام على الخطوة دون ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات هؤلاء خاطبوا رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية والمجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض برسالة جاء فيها أن إطلاق التقنية الجديدة قبل إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران سيؤدي إلى كارثة اقتصادية دعينا لعدم نشر الجيل الخامس عندما تكون الأبراج قريبة جداً من المطارات إلى أن تتمكن إدارة الطيران الفيدرالية من تحديد كيفية القيام بذلك بأمان ولفتت الرسالة إلى الحاجة للتدخل الفوري لتجنب حدوث اضطرابات عملياتية في نقل الركاب والشحن وسلال الإمداد وإيصال المعدات الطبية اللازمة رد إدارة الطيران الفيدرالي جاء مقتضماً وسعى على ما يبدو إلى تخفيف حدة المخاوف دون أن تعلن عن أي خطوات مقبلة ملموسة فقد أعطت الإدارة موافقتها الأحد الماضي على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها بحيث يتم تأمين ما يصل إلى 48% من المطارات الأكثر تأثراً بتدخل الترددات من أصل 88% لكن شركات الطيران تخشى من أن عدم شمول الإجراءات جميع المطارات يمكن أن يتسبب باضطرابات كبيرة بما فيها وقف آلاف الرحلات ما قد يوقف الحركة التجارية في عموم الولايات المتحدة إلين يوسف العربية